بسم الله الرحمن الرحيم ولو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله رفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمتم الله فكنوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذين أخدام ومن يكفر بالإيمان فقرح بط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بغروسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطخركم مريوت ونعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأعطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله سهداء بالكسط بالكسط ولا يجرمنكم سمعان قول نعناء لا تعدلوا تعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقبهم نفاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطرع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصرى أحذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يعفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فكرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أرباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أم عمل الله عليه ما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأسان القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ أبني آدم بالحفر إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله رابا يبحث في الأرض ليوليه كيف يواري سوأت أخيه قال يا ويلتا أعجلت أن أكون مثل هذا مغراب فواري سوأت أخيه فأصبح من النادين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا من الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع عيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزع في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقبروا عليهم فاعلموا أن الله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتفقوا الله وابتوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكانا من الله والله عزيز حكيم فمن تابا بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله أفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذوه ومن يؤر الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يؤرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأدن بالأدن والسن بالسن والجروح فطاص فمن تصدق به فهو كثارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفتينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة وهدى وموعظة للمتقين فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاشقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءت من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة واحدة ولكن ليبألوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يطيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس نفاتفون أفحكم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يمكنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتعلهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاطرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوط أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم طار خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعذوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصدعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطة أن ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبعضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات معين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة وقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تخوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسروا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا مستن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله وفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول طرخلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعسدون كانوا لا يتناهون عمهم كي ينفعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أجد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ودعط مع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعفدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رجقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخركم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخركم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو غسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجرس طيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فلتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتفون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله الحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم ذوى عدل منكم هبيا بارغ الكعمة أو كفارة طعام متاكين أو كفارة طعام متاكين أو عدل ذلك صياما ليذوف وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للمات والشهر الحرام والهدي والقنائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُرْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ مَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأْلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا ويخفرون على الله الكذر وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إذ اغتبتم فيقسمان بالله إذ اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن أثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أجنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا فالله لا يهدي القوم الفاشقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عمام العيوب إذ قال الله يا عيسى بن مر يمذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلب الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل وإذ تخلقوا من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفقوا فيها فتكونوا طيرا بإذني وتبرئوا الأكمى والأبوص بإذني وإذ تخرجوا الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا فحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهر بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قر صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيةا منك وأرزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تغفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهى وخالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير